أمنياً أيضاً وهذه المرة في ديالة حيث حذرت مفوضية حقوق الإنسان من نشوب حرب في المحافظة بسبب الانتشار غير المعقول للأسلحة الثقيلة منها والمتوسطة وقال مدير مكتب حقوق الإنسان في ديالة صلاح مهدي في تصريح إن الأحداث التي مرت بها المحافظة خلال السنوات الماضية تسببت في خلق وفرة كبيرة بسلاح بمختلف أنواعه لدى شرائح واسعة من الأهالي مشيراً إلى أن المحافظة عبارة عن معسكر حربي نتيجة لحجم ما هو موجود من أسلحة لدى المدنيين والذي يتعدى المسموح به قانوناً محذراً من إمكانية استخدامها في نزاعات ومشاكل وحتى في خصومات عائلية